هي شباب يعني الموضوع والله انا مشتلاق لكم واحد حبيبي فلابي هلا هلا محمد اوه مهندسنا اوه يوسف قلبي والله شباب العون كلهم هني شونكم شخباركم اه يعني الموضوع صار واحد بكثرة اخر الفترة على النظام شباب بالنهاية ترى احنا هما صح واحنا صح يعني هو بالنهاية النظام اذا انت ماشي عليه شفته صح عليك امشي عليه ما انا بالعكس عليك بالعافية الفكرة انك لا تقول الثاني خطأ هذه الفكرة طيب التفاة صغيرة على الموضوع ان اه الشخص هذا تتذكر قال ان ما رح يبنينك عضلات وهو فقط في السؤال الحين بناء العضلات متى يصير مون بال يعني اقدر استشكل عليك واقولك ان صح اي الفلكسبل دايت بال افضل من يعني ممكن اطرح شباب عليك هاري انت اذا قلت ان بال افضل افضل انت شن قاعد تبني مو عضلات ولا قاعد تبني سميت ولا شنو شنو قاعد تسوي انت انت بال افضلات فبالتالي انا احنا اقدر اقول ان ال افضل من من ايه ناقشنا دشينا عليك كلمنا يا ابن الحلال واحد مين والله كلموني ناس وايد والله يعزون علي قال له ابو عباس كلمهم قال ايش فيه ابو عباس عسى ما اشار يعني انا ما اقصده يعني ترى للعلم وهو منزل البوس يقول انه ما يقصدني والله الناس وصلولي قال كلام قال لي ترى عباس ما يقصدك وانت انا هجمت عليه وهو زعلان مزين والامور هذي كلها بس بعدين طلع الله هدا اختبس من الدكتور المحتز دكتور المحتز دق علي اصلا دكتور المحتز قبل شم ساعة شم ساعة دق علي قاعد تكلمني وقالي من الساعة يعني قاعد يكلمني فوق من الساعة يقول لي انت صح وانا صح يعني والمصيبة انه شوف هذاك شكاي سوي قاعد قص الفيديو ما دكتور المحتز وحطه عنده يعني يعني حتى اسلوب بس ولكن الظاه الناس وايد يعزونا يعزونا ناس وايد وانا للناس هذالا اعزهم فسامحناك سامحناك ما علي يلا شوكم شو اخباركم شوف في كلمة حلوة تقول شو تقول وجهات النظر تختلف واثنين صح بس ممكن ان الصح يميل الى شخص اكثر من الثاني حلوة لكلمة وايد اجبتني يعني انا صراحتا فممكن انت احنا ثلاثة صح بس نختلف شوكم ضلعون شباب منو حاب يطلع اللايف نبي 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 شخص يعني انا بعواس يدخل حياه حياه بعواس لا افهيد هذا الموضوع ما ناقشوه الشباب قال شون انواع الروتنشن قال انواع الروتنشن اثنين واحد سهل واحد صعب فاحنا نبي توضيح من افهيد فيها علي خلال اشكلاني انت لازم احطك فسيخ شورمة واشرحك دهون حاضر فهيد انا اذا بغني اضواحي غير اضواحي ما انزل حبيب والله حاجي انا ما خاف ادخل واحد شوية هذا خاف ايض خورة بعدين هذا خاف انا اكلها شباب ابيب النون نونكم بالنسبة حق موضوع الخبز والاتهابات شباب انا ليس ضد نظام الانتيفلمتري نظام قدائي زين موجود علاجي يعتبر اهوة يعني اهوة ما خصص للاعبين الرياضة اي بمعنى شخص انا مريض لا سمح الله في سرطان وعاني من حروق وعاني من بعض الامراض من التهابات الجسم في الجهاز الهضم والامور هذه كلها التهابات مزمنة فبالتالي هذا النظام راح يفيدني وايد وايد راح يفيدني تمام زين هل هذا النظام ممكن اطبغه امية بالامية تقدر عليك بالعافية يعني ايش يعني اهوة هذا النظام يقائم انه يقولك لا تاكل انواع ال اي شيء سريع لا تاكله وكفه لانه بالنهاية راح يرتفع عندك لون سنين ومؤشرات الاتهاب ترتفع بس هذا النظام ما حط بالحسبان انه حتى التمنين يسبب الاتهابات وبشكل اكبر من الاكل فانت اشكالك لازم يكون على التمنين اكثر اكثر من الاكل وحط ببالك ايضا يعني احنا فيه شغلات احنا نسويها عادات يومية تأثر ايضا على الاتهابات الجسم انا يوم كنت بكلية بحث التخرج مالي كان قياس القاما ريز على الطيارين سويت بحث انا بكلية بحث التخرج مالي عطيت تي ال دي حق الطيارين تمام وكل ما طرت انت بالسماء وتتعرض لهذه الاشياء القاما ريز اللي هي من الشمس اثبت ببحثي انا انه كل 24 ساعة يطير فيها الطيار كأنه متعرض الى اشعة صدر فبالتالي الاشعاع انا اشغلي في مجال اشعاعي فنسبة الاتهابات عندي تزيد فبالتالي هذا ممكن النظام انا ممكن يفيدني بهيش شيء هذا وعد اتذكر هذا البحث خذوه منه الطيارين عساس انه يطالبون بدل الاشعاع سوينا سالفة اتذكر بالطيارة يعني الطيارة الكويتية يعني سبتها نون نور كمياشر ارتفاعات الانسلين ايضا اتحدث اترى في البروتين للأسف اللي يتحدث في ارتفاعاته الانسلين اتطوف عليه شغلة وايد يعني مهمة هو لم يتكلم بالانسلين حتى ببالك ترى حتى لما تي تاكل البروتين رح يرفع انسلين يتكلم بالنهاية كل شيء يا أخي حتى المرتفيتامين ممكن يرفع الانسلين مالك فلا تخاف الانسلين رفعة الانسلين منه طرحها واكثر ناس طرحوها نظام الكيتو وهم اصحاب هذه الفكرة وحطوا العلاقة العكسية ما بين القروث وما بين الانسلين والامور هذه كلها وخرعوا الناس فيها وايد بشكل كبير بس ولكن بالنهاية كيش رح يترى السلام عليكم بالنسبة حق الهرمونات شباب بالنسبة حق الهرمونات أنا قاعد أشوف جداول شوية غريبة خلنا نتكلمك عن الموضوع هذا للأسف فيه تلاقي ممكن جداول شوية تكون أوفردوز لا قليلة أكون صريح معاك عالم الهرمون وايد قاعد يشنون عليه يقول نبي كتب نقرأ عن الهرمون عالم الهرمون ترى عالم مبهم ليس مثبت يعني احنا عندنا كتاب أنا أقول لك استيرويد أنا أقول لك استيرويد كل نوع نواع الهرمونات يشرحها شرح فيسيولوجي شون يشتغل في الجسم ومعه يعطيك الجرعة الدوز الأفكتف في حقي نوع الهرمون هذا هذه الدوز الأفكتف المذكورة في هذا الكتاب ليس لها مصدر يعني مالها مرجع نستند عليه يعني نفرض مثلا يذكر أنه ثلاثمية ميلي قرام في الأسبوع شنو دليلك على هالكلام هذا مافي وضع هالصورة راح تقول لنا زين إحنا على أي أساس قاعد نمشي قاعد نمشي على موروثات هذه مواريث خذوها الشباب وصارت عندهم بس إنه شيء مثبت الدراسات اللي صارت على الهرمون غالبا يعني هو بحثين بحثين ثلاث اللي صارحه دكتور بهاسين عن التسترون يعني ثيت زين وباقي علاجات كلها البحوث علاجية أو منها أو إنها تكون واحد من كيفة بروحها ألف خذ هرمون طاح راح المستشفى تلقفه وسوه عليه حالة منفردة يعني أو إنها تكون استبيان هذه أغلب البحوث اللي صارت على الهرمون يعني بس إنه يعني نمسك الهرمون يعني ونجربها على الأثرتك يعني الممارسين الرياضة وشري ما في مو بكثرة مو بكثرة في هيد يقولون شو سارفة أنا شوف ناس تضحك شنو تنصح بنوع السارم أنا أنا نظرة في السارم بس ولكن الأنواع اللي مثلا اللي ما تأثر على البي سي تي جي دابلي والأم كي سيكس سفا سبن أوكي هلا سيد سيد متى النادي شفيك لا تفضحنا شباب النوادي خلا أقولكم شغلة ترى النوادي مفتوحة ما أدري شفيكم متزعلانين يعني الناطرين هباقي يفتح لا 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 أفلص أفلص جيد والله عندك بصباح السالم هنا واحد عندنا زين وعندك بالرقعي خل هلطاف على يديك ليمين كمل شوية سيدة تلاقيه على يديك ليمين فاتح 25 دينار حاجة أنا مر الجابرية الناس قع تطلع بيتها شكر يعني ترى وايد فاتحة النوادي ترى وايد بس ما ديش فيكم انت يعني والله يا جماعة الخير تروايد النوادي فاتحة عادي ما نقدر نقول سامعة لا تواحقوننا انت وشفيكم يا جماعة الخير ما يهديون ما يهديون وهاب أحبك أقول لكم قصتها هذا هذا أول أيام واحد عزيز علي اسمه مهدي مهدي مراد اخلاص أتضحك أشقيك شقة أنا تعرفت عليه حلو أشوف مهدي مراد أكمل أوك تضحك الضحك علامة علامة الرضا تعرفت عليه حلو كان عندي يعني يدرب وشيدي وهذا وعطيته جدول استانس في الموضوع استانس في الموضوع فكر انه يعني يعني بيرشيني بيدهنسيري حلو بيقردني يعني الحبيب يعني 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 أغني أغني قال لي هذا أغني أنا مستخدم أبو عباس هك حلو طيب يعني يعني لا ثلج في ثمن حبات زين وباقي لشهر ينتهي زين فاستقراج في الموضوع يعني هذا يعني ريال دذهب بطني على شون وقبل شوي داق علي أمس أمس والله داق علي يقول لي عندي شركة دانز لاب تبيها كتب ما يجمو شقالة انت في شي عدتني شقال يرحم أمك ش سالفت الأنفار والبريمو دز بطني أنفار كان توهى نازل أنفار القز أنفار القز منكم ما كان فيه وايد مننا يعني بالقويت فأنا أنا يعني لفضول أني مثلا أجرب باع علي ما دياب أربعين ما خمسة عفين دينار أخي داق بطني والله والله لحين عندي يا ترى مهدي والله متحسف أغزة شنو خمسة عفين دينار فشني جدام رياك كنت وما عندي فأول بول دفعت داق بطني محمد ما شاء الله أوه الزميل بالأيام الثنوية أيام الثنوية كنت كنت ضعيف واعي كان وزني خمسة عفين كيلو حلو وإحنا ما شاء الله عندي ثمين أخوان فكنت أشد الظهر وبنو وبأخواني حلو فيوم الأيام بالهدة كنت واحد مشكلة شي مع عائلة معروفة فتوحدوا فيني بالهدة والله العظيم وممكن فوق السبعة ثمانية خلاص قلت أنا يومي وأخوي عنده سادسة كان حزيتها مقرات قلت بيز طقيت ببيزة هنا قلت وايد يعني أضرط حلو والله ما فكن إلا واحد والله حمود هذا حمود ما شاء الله والله إنه وقف شون هذا الأسد زعرة الأسد ما شنو هذا شنو صوت الأسد هذا وقف بينهم يومي فيكم ريال واحد يلمسه خاموش خاموش أبدا خذاني دزني قطني بالسيارة وداني البيت عد ما أخوي كان عنده حزت ساعة ساعة انطق أخوي حزتها ما انطق ما أدري ما أدري ما أدري شنو صار معيه أي والله حمود ما شاء الله حبيب حبيب وجاسب والله مرة حمود ما شاء الله واقسم بالله يا شباب ما رانب بالسيارة بالدوام كانوا يلي بالدوام هو ففي سيارة ما أخذ مصفطين زين قال لي بس بس أقف قال لي أقف أقف نزل من ورا يعني دزها شوية شري خمسة إنش ستة إنش والله وصفتنا والله تبارك الرحمن شباب شنو دلنا حتي فنبدور دلنا معلومات أيو والله لا لا ليمون حمود عاد قال لي بيبلي عاد عنده عصير يقول ليمون يايبة من تركيا قال بجرب وين عصير الليمون هذا رايح مع حمود مطعم تخسر حمود إذا دش المطعم يعني ما شاء الله شرب هذا يعني أنا أتوقع فيه 150 كيلو مستين كيلو يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن يعني الله يحفظه إذا دش المطعم وياك يزعلك يحسسك أنك أنت يعني آسف على الكلمة أنت أنت ليس رجل أنت ناقص يعني رجولة شنو هذا هتجيب إمكانها يعني الريال يطق لك فيها 200 كرام يعني شنو لا لا رهيب رهيب كان كان رهيب الفلاه البوري الفلاه البوري يعني أنا أظن 200 ثلاث قرمات الموضوع خالص تضحك آيه والله لله يحفظك أننا وين من قاعد يسوق باللايف دكتور لا ما ترى أنا أنا دكتور الجودة ترى أنا أحب والله أحب دكتور الجودة يا جماعة خير أعرف شون دكتور الجودة اللي زعلني يعني مو زعلني أحنا أحنا أخوان ممتاز اللي حزب شوي يعني بخاطري أنه طلع لايف مع شخص ليس كفء أنه يطلع مع الدكتور نهاية نهاية ما كان كفء يطلع معها يعني أين الثرى من الثرية دكتور جودة وين وهذا وين فطرح شبهة عن التهابات الجسم وشري فبالعكس رديت وهذا ممكن بعض الناس يشوف أنا ردي رد هجومي بس يعلم الله ترى أنا أنا مو قصدي أنه مثلا عليه أو أنه مثلا تهجمت عليه لا أنا كان هجومي على هذاك الشخص لأنه هذاك الشخص كان شخص يعني يضرب بشكل كبير غير محترم للأسف يعني الله يسامح يعني المهم خلونا من يعني المهم الرد شباب ترى الرد والأول الأخير إفادة لكم يعني أنت في ناس وادش عليه تقول لا ترد عليه لا ترد خلى عليه لا ترد المصيبة أنا ترى الردي تسعين بالمئة مو حقة والله العظم إفادة لكم لأن هذه الشبهة تطرح في بالك وممكن تدور فأنت محتاج واحد يوضحها لك ولو إنها كانت عند بعض الناس تكون سهلة ممكن تكون سهلة عندك بس عند الناس لا ممكن تكون تفرق بياه يعني يكون يكون هو يعني ما بين الجنة والنار حلو يقوم يطيح في التحلكة إيه الدكتور كلمني لا لا ما اعتواصل معاه أنا قبل لا أتكلم مع الدكتور داش عليه داش عليه كلمني وهذا شي ما ما بينه شي سلام الله شنو هلي يحتاج هم فضل قل لي أنا بالاسناب الاسناب أنزل فيه عادة المواضيع في موضوع وايد حلو رح أنزله وايد حلو بعطيكم شوية نبذة عنه بس لحد دلان قعد أقرأ النافذة البناء اسمها 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 كام على اساس نطرح الموضوع هذا تمام بس ولكن رح أطرحها بشكل حلو اسمعها كله كامل نافذة البناء الأنبل كوندو زين في ناس تتكلم تقول أن بعد التمرين انت ضروري تشرب بروتين لأن هناك نافذة بناء الآن هذا الموضوع انقسم إلى طرفين طرف أهل العلم قالوا لا مهم نافذة البناء وأهل الخبرة قالوا لا نافذة البناء بعد التمرين شي مهم ولازم تشرب روتين الصح لا يمين لا مع هذا ولا مع هذا هناك في يعني لازم نحقق في الموضوع بشكل أكبر تمام متى تكون نافذة البناء عندك شي مهم يقول لك رغم واحد إذا كنت انت قاعد تتمرن الصبح على مع دخالية بعد التمرين وايد مهم لشي البروتين أثنين حق اللاعبين الممارسين الممارس بشكل كبير نعم يهم هذا الأمر ولكن إذا كانت وجبة اسمع وهذا كلها رح أفصل فيه بس يعني مقتطفات إذا كانت وجبة اللي قبل التمرين في ساعة في ساعة واحدة فيها بروتين ما يهمك البروتين بعد التمرين ليش؟ لأن فيه شي يسمونه بول اللي هو الوعاء انت استل انت لحد الآن البروتين موجود بدمك فما تحتاج بشكل كبير يعني ما تركز وايد البروتين بعد التمرين بس إذا كانت فترة طويلة نعم هذا يهمك وايد وهذا فيها تتغيغ وايد كبير يعني خلونا أنا أفتكم نبذة بس فيها تفصيل بشكل كبير نافذة البناء لأنه صار فيه خلاف ما بين الطرفين وراح ننهي هذا الخلاف إن شاء الله وعد بس لأن قاعدة تقرر فيه بشكل كبير والله فأيضا الناس يعني تعاتبني وايد تقوله بعباس ما تنزل مواضيع لأن والله وبالله لأن الموضوع لا مبالغة والله لا مبالغة يعني يا أخو مني أكثر من أسبوع لما تتنزل الموضوع لازم تكون ملم بكل جوانبه لأنه ممكن شخص يطرح عليك مشكلة يطرح عليك شبهة فبالتالي لازم أنت يعني تكون عندك الفكرة الكاملة بهالشي هذا وخصوصا إذا كنت تطرح فكرة ممكن تكون مو مو ماشي مع الكل فأعني لا إنه يخليك يخليك عريص بهالشي هذا فبالتالي تشوفني وايد بطيء في تنزيل المواضيع وايد بطيء في المواضيع بس أعلم إذا نزلت موضوع نزلته يعني بحق يعني تسلم يا أخوي إن شاء الله يكون عند حسن ظنكم يا رب مشكورين تسلم أتشرف تسلم والله عراسي بدل السلمون بدال الدياي حلو لا أنا أصدنك بشيء أكبر أصدنك بشيء أكبر عندي جدول يعتبر هذا الجدول يأكبر يعني مدرب عندنا والله وأنا تكلمت بلايف دكتور ميثم وشرحته بشكل كبير والله لو إن هذا الجدول يعرض لشخص مبتدأ مبتدأ عارف شوية في عالم التغذية وحيقول هذا مصخرة جدول كان معطي حق واحد كمال اتسام يعني هو متبرس زين وهدف ضخامة كان النت حق الكرب ثلاثمية وخمشة ثلاثين نت حق الكرب البروتين البروتين ثلاثمية نت بتخيل والفات خمس ساحة قرم هم يعتقدون يعتقدون حتى أنا شفت لايفات لهم يعتقدون إن الفات إذا دش يتحول فات مصيبة فعلا ترى مو غشبرة يعني والله جد والله العظيم والصبح على قولة السيد ذكرني الصبح حاطلى وجبة لحد الآن أنا قاعد أحاول إني يعني أفسرها مقادر يعني 100 جرام شوف مع 150 بطاطة شنو هذا يخرب بيتك شون شوفان مع بطاطة حلوة هذه ما يعني ما تلوقع يعني وين هذا هزين وبالتالي وحتى جدول الهرمون جدول الهرمون يعني اشي هو حقيقة ضخامة سيستانون مزين? وبروبران ما اجيش فيه? الشيء تمام? فحتى الهرمون في رخبطة كبيرة اقولك سيستانون وبروبران وكبويز وبريمو لا رهيب 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 يعني هذا 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 الجدول يعني لما شفت انا صعقت والله يعطال اقول حرام يعني حرام العموم الله كريم اقon Dewi انت مدربك ثامر ايه نعم اناimana دربت مع ثامر ب nuanced بطولتين دقت مع ثامر ايه الظاهر ابو علي الظاهر فيه تشويش الاريال من عندهم الظاهر لا هادي لا شوف شوف خلوا شغلة يعني ما بي أفتح بس شوف خلوا شغلة فيه مدرب معروف ما حدث تتعرفونه ولا اسمه فخري فخري حبيب بحط لكم صورة بالبروفايل ماله شنو كاتب هو عنده 77 محترف 2500 انجاز والله قاعد حاجك مو يغشبونه زين وما طلع في يوم من الأيام يعني قال أنا وهنا وهنا ممكن الناس ما تعرفونه انتو شنو بعض فخري مبارك صح حل هناك طريقة لتجنب برضي السكري لأنه عندنا وراثة ايه اكيد اللايف ستايل مالك وادي يأثر قد تكلمت عن الأجسام اللي كلها تتشابه طيب وش التفصيل للشخص للأشخاص اللي كانوا يأكلون فاس فود كل يوم وناشفين وين هم هذانا أنا 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 ست عندي ثلاثة من هذانا يعني تقول عنهم تعال 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 أنا يا بيك تعال قعدت قد تعال أنت ون تقول أنا أراكل ما أمتن أوك تعال قعد حسبت السعرات تفضل قدت يبا أنت تحتاج ثلاثة تلاف سعر باليوم على أساس أنك تزيد نصف كيلو في الأسبوع قال لي بس عنا ما خربط قدت آخنا نشوف شون خربطت كنت حسبت كتب قال آله الصبح الظهر غادة مع الأهل مكدونلز وبالليل مكدونلز حسبتهم مكدونلز ما طقوا 2500 معنى قاعد يخربط مكدونلز بسباطك 2500 فما رح يمتن يا عندي خليتي يزلط النوتلة كره عمره كره عمره متن صار ريال ف لا تقول أنك أنت ما تمتن لا تمتن بس أنت لازم تعرف شكذا تحتاج من السعرات وزنك طولك عمرك يعني الحركة اليومية ما تشون قاعدت مرا مرة ومرتين في الأسبوع بلاوي ليه ليه لازم تتحدد على الشيء هذا لا لا متنك تعال عندي واخليك طلط طلط عرف شونا متنك بالنسبة حق لضعيف صحيح لضعيف لضعيف يقولك أنا أشم الهواء أمتن تمام يا ذاكي مائة واحد حسبت له شم تحتاج قال لي يا لحش حسبت له يحتاج الفين سعرة على أساس ينزل نسك كيلو في الأسبوع قاعدت تمام شنو ألوه وين صلنا ماذا قطع وايد زين حسبت الفين سعرة تعالي هذا بل الفين سعرة بمجرد ما يناكل غدب بيتهم وشوية حلو بس قطع احتياجه فهمت الثالي هناك سعرات تحددك على حسب الهدف مالك عرف شون لا تقول أنا جسمي شدي بالنهاية الكل رح يعني يجسم يبني عضل الكل رح يفقد فات بس نسبة العضل ونسبة الفات التي رح تخسرها أو تكسبها أنت تحددها وضح صورة فلا تقول هناك أنواع عجسام ماذا رأيك بالريكموزيشن أو ريكموزيشن حلو دعوكم شواب هذا يوم دشوا عليه واحد قالوا لي أبو عباس أنا أنا بأعضل وأنشف هذا يقصد فيه أخونا ريكموزيشن أن هل أقدر أنا مثلا أبني عضل وأنزل دهم نفس الوقت نصيحة أخو اسمع كلامي إذا كنت أنت من أشخاص اللي مثلا وصلت إلى هدف معين ومستلس على هدف هذا سوا حلو وائد عليك وائد حلو بس واحد ضعيف أو واحد مثلا امتين ولا شيء في البدايات في البدايات كبيجنر أنت رح يفيدك هالشيء هذا ريكموزيشن رح يفيدك لأن المبتدئ بإمكانه أنه يصعد عضل وينزل دهن في أول فترة صحيح تمام بس لا تعتقد أن هذا الشيء ممكن نيجي الدام ممكن يصير هالشيء هذا أنك تزيد عضل ودفق الدهن بس ولكن مو بشيء المنظور يعني ما رح تشوف تغيير كبير على المنظرة يبي له واحد طولة فيه إلا طولة بال وما يهم المنظرة ويمشي عليه ورح تشوف هدف بس علشانه على مدى بعيد رابعنا رابعنا إذا أسبوعين أسبوعين يزل صورة لك وما شاف عروق يزعل أسبوعين يزعل يزعل فمو كل واحد عنده الصبر أنه ينطر النتيجة إذا أنت عندك أنك تنطر النتيجة ممتاز روكو موزيشن وايد حلو وايد حلو وسعرات حلوة ولا أنت تداش في العجل السعرات وشيء طيب تمام هذا بالنسبة حق روكو موزيشن يعني النهاية كي تقدر نوع شنو أحسن نوع كارب بعد التمرين حجين مباشرة حلوة السؤال هذا أي شي يعني أنا أكون صريح معك في كلام زين أن حلو أنك تدمج أنواع الكارب مع بعض وأيضا الفريكتوز حلو بس أنا يعني مثلا أفضل نوع كارب سك اللايف هين يبينكم الموضوع لا يطلع الحجي برة شوف أفضل نوع كارب ممكن تأخذه اللي هو الجلوكوز الصافي وين تحصل هذا الجلوكوز مو موجود بمكملات مو موجود مو موجود تروح الجمعية جمعية جمعية مو غشب الله حاجك جيد والله تروح الجمعية في منتج على شكل ياحل يضحك شري مكتوب عليه جلوكوز هذا هاي قليسمك ما لأمية هذا أعلى وأفضل نوع كارب ممكن تأخذه بعد التمرين هذه بيني وبينكم لاحظ لا يطلع برا لا تقول لي فيه تارجو لا تقول لي ما أدري شنو لا 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 هذا أفضل نوع كارب وأسرع نوع كارب أكون صريح مهاك كلها جلوكوز صافي دي يعني الأمية جرام أمية جرام جلوكوز يعني على كيف كيفك بس يعني بسر أخلص بشكلته حاضر ما نقدر نحص صورة لأن حجي لا لا تواحقنا اسمها جلوكوز تحصلونها بالجمعيات على قوط صغير على شكل ولد يعطونا حق اليهال هذي اللي تغذيتم غير سليمة واي يستخدمونها بشكل كبير هل تنصح بال بي اس ام اف من مدة اسبوع واخر التنشيف حلو حلو بس ولكن ما راح يمسك اللود معك وايد لاعبين شفت اللي بعض المرات اللاعبين اللي يطلع المسرح وايد يعرق وفي بطل وايد معروف عندنا هذا بطل حتى نمحمد الغاضي أتوقع بلى طلع المسرح كان فترة كان يعرق وايد حتى يعني مدرب ما أنا قال أنه مشا هو على البي اس ام اف وايد لاعبين يمشون على البي اس ام اف يعني أنه يكون بروتينة وايد عالي بشكل كبير وما في تغريبا شبه الكاب يعني مخطوب فبالتال المي يلود المي يلود ما يمسك معه اللود فتلاقي يقوم يصير فيه ووتر روتنشن بشكل كبير على هرمونات هل أنت اعتمد على الهرمونات أبو عباس اعتماد رئيسي ولا خلط ووتر هذا بعد ما شخص تي اس منه استخدام الهرمونات أنت تتحددها مو أنا مو مدرب هي فكرة أنت تتحددها المدرب يدخلك في الهرمون ويطلعك بأقل ضرر إذا كان مدرب دكي يطلعك بأقل ضرر وأنا صراحة ما اعتمد على هرمونات أنا اللي تشوف كرساتي كرساتي جدا بيزيك وايد بيزيك وايد شو نفوق بين السكة والكار الشباب إن شاء الله يردون قال لك يا حبيب الكار بيتحول السكة في النهاية احلمة الصدر شباب احلمة الصدر وايد يسعوني هالشي هذا أنا أي شخص ثاني عيونه مو سونار أنا عيني مو سونار عسل أنك تقول هذا برولكتين على أي اساس انتقلت هذا برولكتين تمام يا أنا تفحص دم فحص دم ما في شي طلع ما في شي تمام شي تسوي سونار على الصدر وايد موضوع سهل السونار يبين الدايمتر إذا كان هناك قدة ليفية أو قدة دهنية هالأمور هذي كلها بالسونار يبين مع السونار قول حق الدكتور يرحم والديك احسب لي القطر الدايمتر تمام إذا كان الدايمتر مالها واحد سنتيمتر وفوق والله لو تبلع حبوب العالم ما راح تروح تمام وتأثر عليك لما تيه تنشف إذا أنت رائع بالطولات فبالتالي شيلها والتاح إذا كانت صغيرة تحت يعني ثلاثة دايمتر ما لا داعي تشيلها خالها تمام بس أنت نازم تتعرف المشكلة وبعدين تعالجها ليش سعرات الدجاجة المجمدة تختلف لأن فيها ما يطالع منك في ناس المجمد عادة يكون فيه ما وحتى المعكرونية إنما تيت قيسها بعد الطبخ ما تقيسها بمايها في ناس يطالعونها تشيل بالماي مالها لأ انطرها خد تنشف زين وبعدها قيس شنو بعد زيادة زيادة البروتين عشان محافظة تأث ولا تفيد من غير ضرر شوف زيادة البروتين بوقت التنشيف أنا 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 أتجه لها تمام ولسبب لأن عادة أنت في واخر التنشيف الكريم ما لك وائد نازل وإنت تبي بروتين أكون صريح معاقلها أنا أستخدم لهدف واحد السنة أسكت أسكت على أعطوا لكل كيل قرام فور أربع قرام ما شوفوا أي ضرر للإنسان الطبيعي للإنسان الطبيعي ما عنده مشاكل ما في مشكلة دائما عندنا خيارين أما بعجب السعرات بالتغذية أو تغليل شدة التمرين كيف تلجأ لأحد الأمرين أول شيء تغليل شدة التمرين أنا نصيحت لك لا تنزل إلا إذا إنت مثلا داشت مرحلة تعب سأو ديلوت ماكو مشكلة بس إنت ليش تنزل ليش تنزل شدة التمرين وحتى في العجب السعرات بإمكاني أنا أتلاعب بتوقيت الكار بحيث أن أنا أخلي شدة التمرين نفسها مثلا الفطور الريوق إحنا نسميها ما أكل كار آخذ الكار ما الفطور وأنا حطاه حطى قبل التمرين الفطور يكون عادة هاي بروتين هاي فات بس وأخذ الكار ما الفطور وحطى قبل التمرين بتالياح أزيد شدة تمرين التمرين ولو أنه مسوي عجب السعرات مسوي عجب السعرات صحيح بإمكاني أنا مثلا أتجه مثلا إلى شدة التمرين معينة توازيها شلون بإمكاني مثلا أدخل السوبر ست ودروب ست في الموضوع هذا وبالتالي راح تشوف أنه أيب شدة أو حجم التمرين ولكن أنا تلاعبت بالوزن فأقدر كيف 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 أقدر أقنع الناس النظر الثقمية في موضوع السعرات اللي يقولون أن الأكل ما لا دخل في السعرات لا وحدة قياس الأكل هي السعرات وحدة قياس السرعة الكيلومتر في الساعة تمام وحدة قياس الطول المتر أو الصالة المتر هذه وحدة قياس أنت قاعد تقيس بعيونك أنت إذا فنقشت أنت ما لا حتموت أنت بالنظر الثقمية أنت ما لا حتموت أنا والله واحد قاعد يمي قلت له أنت ماشو المدبر مدرب على النظر الثقمية هذا المدرب مات 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 حاشا كورونا ومات تمام أنزل إحنا وين نروح من لنا بعدك من لنا وين نروح نقعد قال شو شو يقول قال أروحك مدرب ثاني يعطيني النظرة الثقبة فلحد الآن في ناس عايشة بقوقع يعني عايشة كنوع من أن أنا أحب أن أنا أكون معبد عنده فللأسف السيد هذا كل يوم قال لي شغلة وايد حلوة قال لي في استفتاء استفتاء اسمه استفتاء صالح حق الناس وخيروهم قال لهم تحبون الكلب أعزكم الله أو النمر 90% الناس اختارت النمر ومع الأخذ بالحسبان أن الكلب أوفى وله يعني قصص وله عبار مع الإنسان أكبر بكبير من النمر بس الناس لما تم تتخييرهم ما بين هذين الحيوانين شافوا أن النمر هو الأقوى هو المستبد في القابة فبالتالي نحب الشخص الغوي نحب الشخص اللي يحكمنا وتلافين أو مثلا ما طالعنا فوائد الحيوان الثاني مثلا ووفاء للإنسان فبالتالي أنت لا تكون من الأشخاص هذه شوف أكون صليح معك في ناس يأخذون كليم باترل تمام لفترة طويلة لهدف أن الكليم باترل يعني وايد يكون مؤثر على على البيتا والله نسيت اسم الدول اللي يأخذونا عساس أنه تفتح المستقبلات أكبر ولكن فتحة هذه المستقبلات ما راح تكون بالشكل اللي أنت متخيلها لا توقع لأنه ممكن هالموضوع يرد عليك عكسي نسيت والله اسم الدول نسيت شاب اللي هذا ذكروني فيه قبته تنصح باللي ينش والله أنا شباب اللي مثلا يقول أنا أحسنت الانتي هستامين الانتي هستامين صحيح يعطيكم العافية ما شاء الله عندي كمية ناس يعني إذا نسينا هو نتعلم منهم تبعاك الرحمن على أبو حمود طولي يوم خالص خفار الصبح كيف تشراك في مكمل اليهامين اليهامين وعيد شباب أنتو هابين فيه باليهامين عسما شارعين يعني ما أدري الناس هابين فيه فكرة اليهامين جماعة الخير أو بعض المكملات اللي ترفع في الجسم تمام ترفع ترفع درجة حرارة الجسم بشكل خفيف خلال اليوم نص درجة شي شريف فبالتالي هذا ممكن يأدي إلى نوع من الخسارة في الدهون بس ولكن ترى يهمين يعني انت قاعد تكلم ناس شافوها مثلا قاعد يحرق في اليوم خمسة وسبعين سعرة مليو هامين وناس ضايقة مننا يعني بالحياة اليومية عرق ما عرق به الأمور هذي كلها فخمسة وسبعين سعرة زين على يوم على سبوع على شهر إذا هذا شي عاجبك انت يعني ولو انه شي بسيط بس ممكن يأدي معاك لجدام كشخص محترف ممكن اخذه جوهد عليك بالقافل لانه واحد لم يفرق بياك بس انه تستخدمه وتحط آمال كبيرة عليه لا شون الفحوصات نسويها لما نفحص حين القاينو اي تو البرولاكتين هذا الغالبا يعني نشوف شنو مشكلة بنذير فيهم شلون نزيد حساسية ونقل مقاومة الانسلين مقاومة الانسلين عندي صراحة الخلاف كبير يعني معاك يحتقد بعض الناس ان في مقاومة الانسلين انه لو انه مثلا ندخل نوع كارب معين اذا وخر عن نوع كارب معين وبالتالي راح يحقق مقاومة الانسلين تحسن مقاومة الانسلين مقاومة الانسلين تتحسن في ادخالك للكارب خلال اليوم كله وليس بنوع الكارب خل هذه ببالك تمام بالنسبة حق اللي يقول لك مثلا الصيام المتقطع زين حق مقاومة الانسلين ايضا انا بقلكم سؤال بقلكم شغلة بلتفتلكم على شغلة وعيد حلوة انت لما تي تنام وفكرة ان الصيام بتقطع يزيد حق مقاومة الانسلين لانه يكون صايم لعدد ساعات معينة فبالتالي يقول اوه انه يتحسن مقاومة الانسلين طيب انت لما تي تنام غالب يتنام ست ساعات في نص ثمان ساعات ست ساعات ثمان ساعات الجلوكوز عندك مستوى السكر في الدم نزل الى اقل مستوى اقل مستوى ما رح ينزل اكثر ما نداعي تصوم يعني انت ما نداعي تصوم اربعة اربعة ساعة ساعة عسل هوا شلو الهدف والله حسن مقاومة تنسيني لا ما لشغل انت مجرد ما تنام ست ساعات ثمان ساعات بس انت وصلت الى اقل مستوف الجلوكوز ممكن ينزل اكثر لا ما ينزل اكثر ليش واذا نزل اكثر هتبوت حشك هبوت وتموت وتفتك منك عشان شذيه الصيام او اخبر دليل الصيام ما شاء الله تتصومون كلكم خمس ساعة ساعة تمام ما يحش هبوت صح عشان شذيه مقامة سنين انت لو تنام بس حليت المشكلة يعني ست ساعات ثمان ساعات في اليوم كافية انك تنزل الى اهبط مستوى ركز على كمية البروتين خلال اليوم نعم لازم تمشي على يفيدك وايد شنو 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 هرمونات النور تسعة عش والله ما ادري شنو تقصد فيها ما ادري اذا الشباب يعني يعقون فكرة ما ادري شنو كيف تنفضل وي بروتينا وامين وليش الامين هذا حجي التقطقة شلي يعني مشكيلة عندي لا تخلوني خذك بروتينا بروتينا زين بروتينا زين بروتينا بوعباس حسبة الملح المتاسم من فترة التدخين تختلف عن التنشيف وشنو كميات المصفية حق الرياضينا تمام حلو 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 تمام حق الشخص الرياضي زين يحتاج ما يغارب اكثر من تقريبا يوصل لتسع قرام ملح ملح مو سوديوم ملح الملح فيه اربعين بالمئة منا سوديوم وستين من نيكولورايد تمام توصل تسع قرام ملح عادي اما بالنسبة حق البوتاسيوم عاد فترة الضخامة انت يعني خلك البيزيك 3500 3600 ممكن الناس توصل الى 4000 عادي بس خلك بيزيك الملح وايد مهم في فترة الضخامة شاب في دراسة وايد حلوة تكلمت عن عن البوتاسيوم البوتاسيوم البمب والصوديوم البمب وشلون تأثير الصوديوم قبل التمرين على الاداء الرياضي ونقلة للكارب والله موضوع حلو موضوع حلو كيف تنقدر اخذ البوتين والكارب بعد التمرين مباشرة يعني قبل الكاردو عادي عادي وعليك ألف عافية بس يعني أنا أكون صليم معك إذا كان ما يسبب مشاكل في هذا نون نونك حبيبي حبيبي كيف تن كرياتين تستخدمه قبل التمرين أو بعد التمرين الكرياتين مادة تراكمية يعني تبقى في الجسم حالة حالة البيتا الين تأخذها قبل التمرين تأخذها بعد التمرين ما رح يفرق لأنه هي مادة تراكمية بس أغلب الدراسات كانت تعطيها بعد التمرين وكان يعطونها معاها مصدر في الكارب وقالوا وأن مصدر الكارب السري يعزز امتصاص الكرياتين بشكل أسرع هذه التوصيات يعني اللي عليها فقط بس كنت أخذها بأي وقت كابتن حين أفضل وقت الكارب قبل التمرين وبعد التمرين صح الكارب قبل التمرين أنا أحس شيء مهم موايد أنا هو مصدر الطاقة الأول تمام بعد التمرين لا أنا أقول صريح معك إلا إذا كان عندك نشاط ثاني بعده إيه ممكن بس خلوك شغلة الكارب ما يبني ما يبني عضلة سينتفك علميا ما يبني عضلة الكارب هناك نوعين من البناء العضلي سايكروبلازميك هايبوتروفي وال سايكروبلازميك والثاني شيء جراب ذكروني هايبوربليزيا مايكرو مايو فيبرر هايبوتروفي سايكروبلازميك سايكروبلازميك أي بمعنى هذا العضلة سفنجة عبيتها ماي أوكي مايو صار فيها كبرت هذا السايكروبلازميك بس ولكن هو ليس بناء حقيقي تمام أما هذا الكارب اللي يسوي أما المايو فيبرر هايبوتروفي هو البناء الحقيقي ويتم عن طريق أنت الميتين تتمرن تسرجت الشققات عضلية اللي فيها مايكرو تيرز بالفايبر فبالتالي يقوم تبنيها في البروتين فإذا تم تخييرك ما بين البروتين والكارب بعد التمنين لا اختار البروتين وأثناء تهم مهمين أثناء تهم مهمين بس أنا هذا رايي يعني أشوق يعني مو رايي هذا أنا منه استغل الله ناس تكلمت عن فش العظة اللي عابين كنت غادي بعضهم يصل للفش العظة ويرجع بعد يوم يلعب هل يختلف عنه في كمان أجسام أول شي الخلاف صار عن الفش العظلي شباب واحد شباب مفاهمين الفش العظلي عبالهم أنا أقصد الفش العظلي مثل دروب ست سوبر ست لا 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 الفش العظلي معناته أنك أنت قاعد تلعب تمرين ما تقدر توصل أو ما تقدر تطق طق وحدة زيادة دام أنك فيك روح فيك روح تسوي عدة كاملة أنت ما وصلت للفش العظلي فوايد عبالهم نفس أنه أنا أشجع على اللعب الخفيف يلا ما حالك لا 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 مو بها الطريقة هذي كل إش تمام بالنسبة حق اللاعبين كما شنو وين سؤالك اللاعبين كونة قدم بعضهم يصل الفش بعد جاء بعد جاء ما يلعب مبراه أثناتهم اللي يلعبون على الفش العظلي بس ولكن اللاعب كونة قدم يلعب بشي مو مو انقباض وانبساط يلعب على شي يسمونه آيزو كنتيك تمام فبالتالي هذا الشي مو اللي تعب العضلة بشكل كبير خشوصي إذا كان عنده لياق كبيرة فلا يعتبر هذا فشل عضلي شوني برا بشكل كبير باعدل بارد زين سامحونا. ترى بعض الناس يقولون بعباس انت هجومي. انا والله يا شباب انا والله مو عن سافة هجومي. انا ازعل ازعل على هذا المجتمع ان يكون شخص متقوقع اه لا يحب التطوير. يعني ننجرف الى اشخاص ليس الاولى ان يكونون اهمة يعطون معلومات حق يعني عيالي عيالكم كبار ان شاء الله مدينة كبار. هم ليس هم ليس هم الحقية ان يمسكون اه تطور في الاجيال ان شاء الله. لان لان شاب العلم بالنهاية وايد حلو.